أما فيما يخص الكهرباء رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة بدأت بالفعل في وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من يوم الأحد الماضي وقال كمان موجة الحر تسببت في تسجيل معدل استهلاك قياسي للكهرباء تجاوز 38 جيجا الحمد لله إحنا يمكن زي بحركم تبعته بدءا من يوم 21 يوليو فعلا وقفنا خطة تخفيف الأحمال والحقيقة يمكن أنا بواجه الشكر لكل القائمين في وزارة الكهرباء ووزارة البترول على هذا الموضوع وعايز أقول لحضراتكم إن اللي بيتعامل الموضوع مش بسيط وأنا عايز أوجه كلام للمواطن المصري عشان يبقى عارف حجم الجهد اللي بيتعامل الموضوع مش فقط كمان موارد مالية لإن حجم الاستهلاك اللي حصل في خلال اليومين اللي فاتوا فوق أي تصور كان ممكن يبقى موجود إحنا تجاوزنا 38 جيجا يعني وصلنا 38.5 جيجا إرقام حجم استهلاك فوق ما يمكن إن إحنا كنا ممكن نتخيله حيتقاله وإنتوا مش مخططين لهذا الموضوع لا إحنا كنا حطين الدراساتنا لكن محدش كان متخيل موجات الحر اللي موجودة النهاردة ودرجات الحرارة اللي بهذا الشكل ومتواصل على مدار مش بتقعد يوم ولا اتنين ده بنقعد أسبوع كامل بهذه الدرجات الحرارة فأرقام مخلية إن الموضوع إحنا في حالة طوارق مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة وبالتالي بقى حجم استهلاكاتنا من مختلف أنواع الوقود إلى أقصى حجم ممكن أنا بتكلم هنا على غاز طبيعي بتكلم على مازوت وبتكلم على سولار ابتدينا ندخله أيضا عشان نؤمن توليد الطاقة للدولة المصرية كلها